متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنستكمل مع بعض السلسلة الخاصة من الربح من الذكاء الاصطناعي وحرجع تاني أقول الربح من العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بحب أكتر كلمة دي لأن كلمة الربح من معناها أن أنا حربح من حاجة من غير ما اكتهت فيها أو اشتغل عليها ولكن زي ما قلت لكم من قبل الربح من العمل من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يعني لازم تكون فاهم أدوات الأداء اللي أنت بتستخدمها كويس وحتستخدمها في إيه وحتطلع منها إيه علشان تحصل منها على الربح اللي أنت عايزه النهاردة هتكلم عن إيه؟ النهاردة هتكلم عن موقع molypex.ai حط لكم إن شاء الله الرابط الخاص بالموقع في الوصف أسفل الفيديو وموقع molypex.ai هو من المواقع اللي بتستخدم لعمل تصميمات التصميم ده أنت ممكن في الآخر تطبعه وتطبعه وتبيعه أو أنت التصميم ده تبعته لحد يطبعه ويشتغل عليه يعني نوع من أنواع الربح من التصميمات اللي أنت حتعملها باستخدام هذا الموقع موقع molypex.ai على product hunt لو أنت رحت كده دست على product hunt هتلاقي إنه هو second product of the day ويخد على موقع product hunt الproduct الثاني على الموقع لليوم وهنا تقدر تقرأ أكتر عن الموقع وهو موقع بيعمل graphic designs وتصميمات زي ما قلت له خاصة بالpostures خاصة بالpress day cards خاصة بحاجات كتير هنشوف مع بعض هذا الموقع النهاردة هقول لكم ليه عجبني في الاستخدام وتجربته هنا ممكن أن أنت تكسبلور design ideas of car للتصميمات ممكن كمان أن أنت تجيت started with templates templates جهزة موجودة مثلا هنا poster recording workshop حضرتك عايز تعمل workshop recording عايز تعمل poster hello عايز أن أنت تشاركه مع حد أو حد يطلب منك أن أنت تعمله poster لـ online coding تقدر أن أنت تعمله الموضوع ده ويتبيع له poster أيضا هنا مثلا class خياطة أفكار بقى كتير يعني نحن الآن سنجرب مع بعض بشكل عملي هنا مثلا بالنسبة للpostures هنا سيبقى للإمفتيشنز للدعاوي دعاوي بقى فرح دعوة لحفلة معينة لclass معين أيضا الpostcard birthday card AI photo cards حاجات كتير جدا ممكن تعملها باستخدام هذا الموقع اللي هو molypex.ai هذا النوع من المواقع أنت بتقدم الخدمة على أحد المواقع الخاصة بي زي مستقل أو موقع خمسات ممكن تبيع على موقع من المواقع الكبيرة الخاصة بي الفريلانسر زي هذه الخدمة حرجع تاني أقول في الخطط المجانية علشان أنا بديك مثال ما بعملش دعاية الموقع معين ولكن أنت علشان تشتغل على حاجة معينة وتركز عليها أكيد حتستثمر في أحد هذه المواقع مش بقولك موقع بنفسه أو بذاته أنت بتشوفه وتتفرج على مواقع تانية كتير أنا بديك بس الفكرة نفسها وإنت طبعا انطلق بقى ودور وركز في الحاجة اللي أنت عايزها في بعض الناس عندها موهبة التصميم هي آه ما بتعرفش تشتغل على بعض مواقع التصميم وإدها أفكار بتعرف أنها تدخل ألوان حلوة مع بعض بتعرف تعمل الكلام ده كله فهذا النوع من المواقع ممكن ينفحها طبعا مع الاستخدام الأكبر للـ AI أو الذكاء الاسطنايف حيولد لك صور حلوة جدا تعمل عليها Edit وحتى Edit موجود في مثل هذه المواقع تعالى كده وريك حاجة من الحاجات اللي أنا عملتها فأنت بتروح تعمل Sign Up Google Account وهنا لو أنت دست على الكريدتس أول ما بتسجل في الموقع أنت بيبقى ليك 120 كريدتس Renew Monthly يعني إيه؟ يعني كل شهر بتاخد المية وعشرين كريدتس بتقدر تجنيريت لحد 30 ديزاينز فأنت لو عايز تصمم لحد 30 ديزاينز بشكل مجاني لك 120 كريدتس تشتغل عليهم كمان بقى الجميل أن أنت تقدر تعمل Edit فهتقدر تستفيد من المولي بيكس Editor وكمان تحتفز ب 3 Month History Generations الحاجات بتاعتك اللي موجودة على الموقع بتفضل موجودة لمدة 3 أشهر وبإن إحنا بركز على الخطة المجانية مش هنخش في حتة تانية في بعض اليوتيوبرز مثلا اللي بيعملوا دعاية مثل هذه المواقع بيدوا برومو كود بتضيف البرومو كود لما تكون عايز تنتقل لخطة مدفوعة حرجع بقى مرة تانية حابة بس أوريكو حاجة من الحاجات مثلا أنا أنشأتها على الموقع ده بوستر أنشأته لكروشي كلاس يعني أنتوا عارفين أن الحاجات دي الإبهار فيها بالألوان ولازم الصورة تكون related يعني مقاربة للحاجة اللي أنت بتعمل إعلان عنها فحضرتك بتعملي online كروشي كلاس مثلا فعايزة تعملي بوستر بتقدر تستفيد حد طلب منك أن أنت تعمله بوستر لكروشي كلاس تقدر مثلا أنت تعمل الموضوع ده البوستر بيكون فيه كل الحاجات اللي أنت عايز تحطها في البوستر هتقولي إزاي أقدر أن أنا أحط الحاجات دي لأ أنت هتولدها كمان بالذكاء الاصطناعي إزاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي لو أنا روحت كده المولي بيكس مثلا وحفترض أن أنا عايزة أعمل بوستر لكوديج ووركشوب بروح أدوس عليه بالمنظر ده كده وأقوله remix template بص هنا ده الأمر اللي معمول بي البوستر بالذكاء الاصطناعي make a poster for a coding workshop on September 10-2024 at ده المكان include the time بص بقى include the time هنحط كده ما بين قصين 2M الأربعة M ظهر عندي لأن أنا لما ما حطتش قصين بيحط لك كلمة instructor مثلا بيحط لك كلمة فيه فهنا اللي هي المصاريف مثلا اسم الانستركتور أنا هستخدم نفس الأمر ده ولكن أنا هحط الحاجات المتعلقة بي أنا أو بالعميل اللي طالب مني أن أنا أعمله البوستر نفسه هنا هقوله remix template وحبتدي أن أنا أنشئ وهنا هبتدي أعمل edit على البوستر make a poster for a coding workshop ممكن يبقى أي حاجة تانية مش لازم coding workshop on September وهنا كل اللي هعمله إن أنا مثلا سيح أقول first of September 2024 وهنا أحط المكان هنا مثلا حقول add أو ممكن أقول online ممكن أقول online workshop ومش لازم أحط خالص المكان نفترض إن دوت online workshop include the time مثلا هنا من أربعة إلى ستة بي أم instructor وحط الإسم الإنستركتور حقول مثلا أحمد محمد مثلا وهنا حقول الفي بالدولار نخليها 25 دولار and registration information sign up at وحط مثلا هنا ممكن أحط sign at حقول مثلا info dot co workshops وأعمل generate وتعالوا نشوف البوستر بتاعنا طبعا لي المعلومات اللي أنا دخلتها في الأمر وده الجميل واللي عجبني جدا في molypex.ai حيعملي البوستر عامل إزاي حنيعمل generate ونرجع مرة تانية ونشوف النتيجة بتاعي دي النتيجة الخاصة بالcoding workshop عملي بقى صور تانية أنا ما استخدمتش نفسي template أنا عايزة أعمل حاجة جديدة هنا أعطوني كذا بوستر فمن مفترض إن بختار البوستر مثلا اللي بيعجبني أكتر نفترض مثلا البوستر ده دي إن أنا هنا أعمل download أو إن أنا أبتدي أعمل go to edit وأعمل edit على البوستر نفسه online event 25$ per person coding workshop سبتمبر كذا وممكن كمان مثلا هنا ما كتب ليش اسم الانستركتور أحمد محمد مش مشكلة ممكن إن أنا أضفها في edit حدثي تعمل download حيظهر عندك تحت هنا بيبقى فيه watermark ودي صورة سهل جدا أنت تروح لcanva وتعمل erase للحتة دي وبعد كده تعمل go to edit علشان تروح تغير في الألوان أو تعمل edit زي ما بتعمل edit جوة canva هنا بتقدر تغير هنا مثلا أنا عايزة أغير التكست أخلي باللون الأبيض عايزة أغير الفونت ممكن أغير الفونت لو مش عجبني ممكن أخليه حاجة تانية ممكن أخليه بالشكل ده لو مش عجبني الفونت أو ده وهنا بقدر كمان أغير الصورة لو أنا حابة لو أنا عايزة ميديا عندي ميديا خاصة بي يقدر أن أنا أحطها بس أنا عايزة أستفيد من الذكاء الاصطناعي فممكن أن أنا أعمل replace فيه كمان retouch retouch ده موجود في البريميوم والريتتش بي زبط الصورة بشكل أكتر وطبعا في البريميوم بتنزل الصور من غير watermark هو تاني حرجع أقولك بيعتمد على أن أنت بتإنفست في الموقع بتعود تجرب وفي الآخر خالص بتإنفست في الموقع نفسه وحطت بقى الووتر ماركت دي بسيطة سهلة يعني ما فيهاش مشكلة طيب تعالوا بقى نرجع مرة تانية لمollypex.ai تعالوا شو بقى حاجة تانية ولتكن البوست كاردس فيه بوست كاردس وأفكار كتيرة وديه الميذة يعني أنت مثلا birth day بيديك هو مثلا templates وإنت بتبتدي إن أنت تعمل edit عليها باسم الشخص هنا happy birth day remix template عايز تعمل بوست كارد حد طلب منك إن أنت تعمل بوست كارد بشكل معين عشان هو يطبع منه كذا كارد فبرضو من البوست كارد من الحاجات المنتشرة جدا وللناس كتير جدا بتدور على حد بيعمل design حلو للبوست كارد فمثلا بوست كارد زي ده وروحت عملت remix template حققر write a postcard for a first day greeting to my friend مروة at ده المكان اوكي make it fun and celebrate mention I share the memory from our college day sign in off from مثلا سارة اوكي انت بتغير بس يعني مش اكتر من كده هنا حبتدي ان انا اقول له generate وتعالوا نشوف مثلا البوست كارد اللي هو بينشئها شكل عامل ازاي فهو الجميل هنا ان هو بيسهل عليك الموضوع بيديك الامر وانت بتغير في الامر مش اكتر من كده ودي الجميل في هذا الموضوع طبعا فيه على ما ينشئ كده تعالى نشوف البرودكتس الموجودة postcard انفتيشن حاجات كتيرة قوي موجودة وزي ما احنا شايفين فيه كمان templates وزي ما قلتلك انت يعني في الفري انت برضو مشكلة هنا هيكون الجزء المتعلق بالwater mark وcanva ممكن يحل لي هذه المشكلة بس عشان اكون معاك صريحة هذه المواقع مواقع تجارية في الاول وفي الاخر فانت بتحاول ان انت تستفيد من انك انت تجرب في الفري بلان ولو انت قررت ان انا هاينفست في هذا الموقع فبتطر ان انت تعمل upgrade علشان خلاص بقى خلاص انت فهمت كل الادوات الموجودة وجربت وفهمت الموضوع ماشي ازاي بتبتدي ان انت تشتغل بهذا الموقع حيبتدي انه هو ينشئ ال first day post card علشان ما ناخدش وقت مختلفة باسم الشخص ومن مين وهكذا ليه انت ممكن تكون افضل مني ومن اي حد بيترحلك الموقع لان انت حتركز على حاجة واحدة بس مش هتبقى مركز على حاجات كتير احنا هنا بنركز على تقديم الموقع وفكرة الموقع وشرح الموقع وادوات الموقع انت حتركز اكتر على تفهم الموقع كويس لو انت استقرت على الموقع وعجبك او موقع تاني بيقدي نفس الغرض تبتدي ان انت تملك ادوات هذا الموقع وتبتدي بقى تفكر ازاي تعمل creation و designing وكمان ممكن تتجه ان انت تغير الامر خالص وتستخدم امر تاني جديد وتستعين بشات جي بي تي عشان تستخدم امر افضل وهكذا اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل على كل جديد ولو كنت متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير والكومنت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته